اشتركوا في القناة يقول المولى سبحانه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآيات تقدم الكلام عن سكت أبي جعفر في مثل هذه الحروف المقطعة فإنه يقف على الألف بالسكت واللام بالسكت والميم بالسكت أيضا فيقرأها هكذا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو وفي حال وصل ألف لام ميم الله بالنسبة لسائر القراء فإنهم يصلون بالفتح هكذا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو بفتح الميم وهذه الفتحة يرى بعض العلماء أنها حركة التخلص من التقاء الساكنين والفتحة أخف الحركات فكانت تخلصها هنا بالفتحة وبعضهم يرى أن هذه الفتحة هي فتحة الألف أي همزة الوصل ألقيت على الميم فأصبحت الميم مفتوحة في الوصل ولكن هذا غير ظاهر وإن كان قد اختاره الزمخشري وآخرون لأن الهمزة التي في لفظ الجلالة ليست همزة قطع بل هي همزة وصل فهي ساقطة في الوصل فالظاهر أن هذه الفتحة هي للتخلص من التقاء الساكنين كما قدمنا فهذا هو القول الأقوى والأولى ومن القراء الذين قرأوا بالشاذ من كسر هذه الميم والكسرة أيضا تكون للتخلص أيضا من الالتقاء الساكنين وهو الأصل على حد قول ابن مالك إن ساكنان التقى يكسر ما سبق فيكسر الأول ولكن الكسر لا يكون في كل حال فإن الحروف إذا التقت مع ما بعدها فإنها في كثير من الأحيان تكون مفتوحة كفتحة مثلا النون في من قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ويجوز لغة الكسر وعن بعكس ذلك فإن الكسر فيها هو الأصل ويجوز الفتح إذا جاء بعدها أل بخلاف ما لو جاء بعد من وعن ساكن لكنه ليس بأل وهذا الكلام لا نفيض فيه الحاصل أن من القراء من قرأ بالكسر على الأصل في التخلص ومنهم من قرأ بهمزة قطع مع إبقاء الميم مساكنة فقرأها هكذا ألف لا ميم الله وهي تشبه من وجه قراءة أبي جعفر إلا أنه لا سكت فيها وأما لفظ الحي القيوم فقد تقدم معنا في الحلقة الثمانين في آية الكرسي وذكرنا خلاف القراء في ذلك ونمر بهذا مرورا مسعا من غير توجيه وهو أن الجماهير قرأوا الحي القيوم هكذا ومنهم من قرأ الحي القيوم بالنصب على إضمار أعني أو أمدح ومنهم من قرأ الحي القيم هكذا على هذا الوزن ومنهم من قرأ الحي القيام وهي لغات للعرب قوله سبحانه وأنزل التوراة والإنجيل وهذا في الآية الثالثة وفي قوله سبحانه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وهذه هي الآية الثالثة من هذه السورة قرأ الجماعة نزل عليك الكتاب هكذا بتضعيف هذا الفعل نزل بتشديد الزاي ونصب الكتاب على أنه مفعول به وقرأ شدوذا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه على أن الكتاب فاعل وهو الذي نزل وتوجيه ذلك واضح وأما التوراة فالقراءة فيها أو الخلاف الذي جاء فيها يشبه الخلاف الذي يكون في الأصول لا في الفرش فمن القراء من أمى لها ومنهم من قللها ومنهم من فتحها لم يملها ولم يقلل فالقراءة فيها هكذا التوراة التوريه التوريه وهذه لغات وقوله سبحانه وأنزل التوراة والإنجيل لفظ الإنجيل قرأ الجماعة الإنجيل هكذا بكسر الهمزة ومن القراء أصحاب الشواذ الأربع وهو الحسن من قرأ الأنجيل على أنه لغة فيه وهو اسم أعجمي والعرب تتصرف في الأسماء الأعجمية كما تقدم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين